اشتركوا في القناة الشمالي الغربي من العاصمة الاوكرانية كييف وبالتحديد رشيد المعارك تدور في مناطق بوتشا وهوستيميل حيث تحاول القوات الاوكرانية استعادة السيطرة على هاتين المنطقتين التي يتمركز فيهما الجيش الروسي وبالتالي هناك اشتباكات وقصف متفعي متبادل بين الطرفين أيضا محيط مدينة تشيرنيهيف تشهد معارك عنيفة بين القوات الروسية والاوكرانية الجيش الاوكراني تمكن مع ساعات المساء يوم أمس من السيطرة على قريتين تقعان على الطريق السريع الواصل بين كييف وتشيرنيهيف وبالتالي هو حقق تقدما استراتيجيا على الأرض من خلال السيطرة على هاتين المنطقتين ويحاول فك الحصار عن مدينة تشيرنيهيف وربما يحاول السيطرة أيضا على كامل الطريق السريع الواصل بين مدينة كييف ومدينة تشيرنيهيف ما زال هناك تواجد عسكري كبير للقوات الروسية في المحاول الشمالية والشمالية الغربية من العاصمة الاوكرانية كييف ليس هناك انسحابات كبيرة للقوات الروسية على ما يبدو هناك إعادة تموضع وإعادة انتشار لهذه القوات التي انسحب جزء منها رشيد إلى الحدود البيلاروسية لكنها لم تنسحب بالكامل هناك تواجد عسكري كبير للقوات الروسية في محيط العاصمة الاوكرانية كييف وطبعا هذا الشيء أكدته وزارة الدفاع الروسية التي قالت اليوم بأن الجيش الروسي يسيطر على طريق طوله خمسة كيلومترات بالقرب من النهر الفاصل بين مدينة إيربين ومدينة كييف وبالتالي هناك تواجد روسي ما زال كبيرا في محيط العاصمة الاوكرانية كييف التي ما زال الوضع فيها خطيرا بحسب ما أكد اليوم المحافظ وطبعا هناك كان بعض العودة للحياة إلى طبيعتها في العاصمة الاوكرانية كييف بعد أن انخفضت مع ساعات المساء يوم أمس وهذا اليوم حدة التصعيد العسكري والقصف بين الجيشين الاوكراني والروسي لكن صدرت قبل قليل أيضا تحذيرات من السلطات المحلية بأن الوضع ما زال خطيرا لم يطلب من السكان الذين غادروا هذه المدينة بالعودة إليها بسبب ربما هناك توقعات بشأن عملية عسكرية واسعة للجيش الروسي على مدينة كييف وبالتالي هناك احتياطات كبيرة ما زال الجيش الاوكراني يتخذها في محيط العاصمة وأيضا في المناطق الغربية في محيط ستيونكا وبالقرب من مدينة تشارنيهيف هناك تعزيزات عسكرية كبيرة في الحقيقة للجيش الاوكراني الذي يحاول السيطرة وتأمين محيط العاصمة من خلال التقدم البر على الأرض وسيطرته على بعض القرى الواصلة بين كييف وتشارنيهيف